بسم الله وصلاة والسلام على سيدنا محمد ان شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الأمراض التي تعرض لها الطفل في السنوات الأولى من عمره التبول اللا إرادي راح نتكلم عنه بشكل يعني مبسط جدا في هذا الدرس البسيط طبعا التبول اللا إرادي شكل من أشكال الأمراض شكل المثانة في هذا الوقت يكون مثل البالون طبعا وظيفتها تخزين البول لفترة حتى يحين عملية التبول طبعا عملية التبول معقدة جدا موعد إرسالها إلى الخارج الجسم عبر القناة البول الخارجية ويتحكم في هذا النشاط العصاب والعذرات والنخاع الشوكي والدماغ أيضا لازم نفهم شيء ثاني وهو السؤال ماذا نعني بالتبول اللا إرادي التبول اللا إرادي هو أو سلس سلس البول هو بل يعني بلل نوع من نوع البلل في الفراش أو في يعني مثلا في الفراش أو في الملابس أو على الأقل يعني يكون الطفل يتبول الطفل بضريقة لا يستطيع أن يتحكم فيها في خروج هذه المادة طبعا البول عبارة عن مواد شديدة في الخطورة على الجسم عبارة عن مخلوقات دقيقة ومواد سامة وأشياء مهم جدا من الضروري أن تخرج بهذه الطريقة أولا سوف يتم حصول أمواض أخرى مثل التسمم في الجسم ومن الضروري أيضا مراجعة الطبيب إذا تم تكرار هذه العملية أيضا بعض الأحيان تحصل عند الطفل مرتين بالأسبوع لمدة تقريبا ثلاث أشهر متتالية طبعا نحن نتكلم عن طفال يبلغ من عمرها تقريبا خمس سنوات على الأقل والتبول لا إرادي أيضا الليلي أثناء الليل ممكن أن يتبول الطفل في الليل في فراشة وهو ناء مثلا أيضا التبول اللا إرادي النهاري حيث يحدث في واضع النهار التبول اللا إرادي طبعا قسم إلى قسمين أول قسم في الطفل الذي لم يتحكم بالبول نهائيا لم يتحكم في العضلات التي تخرج هذه السوائل من البول أيضا النوع الآخر اسمه التبول اللا إرادي الثانوي وهذا يحصل في الطفل الذي تحكم بالتبول لمدة تقريبا لا يزيد عن ست أشهر على الأقل ثم عاد إلى نفس عملية البول وهو البول في الفراش بعد التعود بهذه الطريقة الأولى أن طفل تعود على أنه يتحكم في البول من ثم جاه مرض ومما أدى إلى حصول تبول لإرادي متكرر في السنين ما بعد السن الخامسة أو الرابعة طبعا هذا يحتاج إلى مراجعة الطبيب وممكن يكون راجع إلى بعض الأمراض التناسلية ومن الضروري مراجعة مختص يصور المنطقة تحت الأشياء ويشوف إيش المشكلة بالضبط إذا كان الطفل لا يتحكم في البول بعد عملية التحكم هذه أنواع البول اللا إرادي وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس كنا معكم الباحث خالد بن السعود الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم